وأول عضوة في النيابة العامة تقف في هذا المقام الجليل أقام أمام العدالة أمام قضاة مصر الأجلاء في محراب العدالة المقدس ناشدت المحكمة واتكلمت طبعا بتفاصيل كثيرة جدا حق العدل جل جلاله كلمت على النيابة العامة كلمت على قضاء المصري كلمت على تأكيدات فيه لأول مرة وطبعا زي نقول لحضراتكم كل الصورة اللي قدامكم دي هذه الصورة اللي أنا بهديها للدنيا وكلها عمرنا ما شفنا ده في مصر عمرنا ما شفنا القضاء المصري ده أنا من الناس اللي كنت يعني في بداية عملي في الأهرام كنت بغطي قضايا المحاكم كنت بروح المحاكم وروح النيابات واحضر جلسات زي اللي قدام حضراتكم وروح من الصبح لحد بالليل فيه جلسات مثلا قضية شهيرة جدا اسمها قضية الصناعة الكبرى قضية كانت حاجة عاملة في الدنيا كلها قضية دي قعدت فترة طويلة جدا وقضية يعني كتير حضرت قضايا كثير جدا ومشاهير ونواب القروض ومش نواب القروض كل القضايا اللي ممكن تسمع عليها في تاريخ القضاء المصري أشهر قضايا وقضايا كمان يعني إرهاب طبعا وغيره حضرنا وقضايا قضايا الخاصة بي تجار العملة تجار العملة ولو أزاكي بدر الله يرحمه ولو أزاكي بدر الله يرحمه بعد ما خرج من زارة الداخلية بالمناسبة يعني بس بالمناسبة الكلام يعني فكنت بروح مع أستاذ محمود الشناوي أستاذ أبراهيم حجازي أستاذ زبيبي السباعي بنقعد في فندق الياسمين كان في شارع جزيرة العرب زمان في التسعينات في أول التسعينات يعني بنقعد المغربية كده خلص الشغل فنقعد شوية كده يعني فكان يجي لو أزاكي بدر بعد ما سابه الوزارة بعد ما سابه وزارة الداخلية فكان يجي يقعد معانا فيحكي لنا فحكى حكى على فكرة أنا كاتب الكلام اللي قاله لو أزاكي بدر كتبه هتلاقوه في الكتاب شو الله أصدق قصص ما حدش يعرفها حدش يعرفها كان بيقعد يحكي لنا واسأله على فلان اعتقلته ليه فيقول لي اعتقله وفلان عملت فيه يقول لك كذا طب إيه قضيت كذا مسجد آدم في عين شمس فيحكي حاجات شعر راسكو هيشيب زي ما شعر راسي كده شاب من مين على لسان قاله أزاكي بدر مش حد تاني مش نقلن عن حد كنت بعد ما خلص عشان ما تنسى هافتكر حاجات من التسعينات يعني تروح البيت تروح تدون قالك ايه ايه التاريخ وايه الحكاية ومين 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 وسين وصد وعين الناس اللي عاملين فيهم يعني ايه مش عايز اقول لكم مش عايز اقول لكم فبمناسبة الصورة الشهيرة اللي قدام حضراتكم دي صورة تاريخية تاريخية اللي قدامكم اللي قدامكم ايه قدام حضراتكم ايه شايفين ده المين سيد الرئيس تمكين المرأة المصرية النهاردة في كل حتة نيابة حمال النهاردة تترافع مرأة المصرية تترافع النهاردة قدام حكمة الجنات بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وعايز اقول لحضراتكم انا سألت طبعا النهاردة طبعا ما لازم تعرف يعني شو مجرد الخبر لا سألت عايز اقول لحضراتكم من اللي حضرين وشوفوا الناس عايز اقول لكم على القاعة بصوا على القاعة بصوا على الحضور بصوا على الناس اللي قاعدة في الجلسة اللي عاديين بصين على مرافعة وكيلة النائب العام ومثلة النائب العام النهاردة ومثلة النيابة العامة النهاردة تمثل النيابة العامة في أول مرافعة تاريخية تتاريخ خلي بالك ده التالي أنا بقولولك هذا هو تاريخ يعني محدة هيجي يتكلم يؤرخ على القضاء المصري ويتكلم عن نيابة العامة ويتكلم على تمكين المرأة المصرية تقول المرأة المصرية النهاردة تترافع أمام محكمة الجنايات تقف المرأة المصرية وتقف ايه؟ في جريمة في جناية في جريمة قتل وتطالب بايه؟ المرأة بس هي النهاردة ايه؟ ممثلة النيابة العامة تطالب بالإعدام شنقا لمتهم مجرم قاتل وإقامة الدليل عليه وعلى ارتكابه الجريمة واعترافاته وراح الزاي وقتل الزاي وهربوا وجس الأمن جابته على طول بعدها بساعات ومثل الجريمة الزاي كل ده موجود كل ده النهاردة قدام المحكمة موسيلة النائب العام النهاردة السيدة داليا محمود النهاردة بتكلمت بتفاصيل أنا عايز أقول لكم مرافعة سألت بعض زملائنا الأفاضل اللي كانوا حاضرين قال لك تقعد بقى إيه يعني يعني تحب إيه تشوف كده تسمع تسمع مرافعة حضراتكم في المحاكم في المحاكم في قاضي قضاء يعني هيئة محكمة رئيس محكمة رئيس الدائرة اللي قدام حضراتكم زي السيدة المشهر بلال عبدالباقي اللي هو رئيس المحكمة اللي في النص وعلى اليمين عضو اليمين مشارع عبد الحميد كامل عضو اليسار مشارع رحمة سليم دي الدائرة اللي قدام حضراتكم وطبعا زي ما احنا شايفين طبعا بيبقى السادة لدفاع النهاردة والدفاع النهاردة يعني ايه طالوا حاولوا يعملوا ويطلبوا وعلى فكرة المتهم النهاردة تكلم المحكمة النهاردة اديت المتهم لانه اخر واحد يتكلم مين المتهمة الدفاع يتكلم ونيابة العامة تتكلم والدفاع لو ليه اي تعقب يعقب ولكن اخر واحد يتكلم فيه قضايا قدام المحاكم المتهم يطلب الكلمة المحكمة تديل قدوا له الكلمة اتكلم المتهم النهاردة الدفاع حاول طبعا يطلب تأجيل وكذا المحكمة خلاص طلبات تمام احالة اوراق ايه لفضيلة المفتي احالة الاوراق لفضيلة المفتي ده لأول مرة في تاريخ مصر في تاريخ مصر هجب ما يعني يعني يحسب ايه تغيير بيحصل تغيير كبير ولكن كله مصالح العدالة مصالح العدالة قضاء المصر يا جماعة قضاء شامخ قضاء المصر كله قضاء كل هيئات القضايا في مصر لهم كل التحية والاحترام